اشتركوا في القناة لعباده والله للنبي عليه الصلاة والسلام ولا الملائكهم وعقرب ما يكون إلي الله عدا خواص بني آدم قلنا يحصل لهم عند كلام الله الفزع على القوم وبطلانا الهداية وبطلانا الشفاء هداية التوفير ذكرنا الفرق بين هداية الدلال والشهاد وهداية التوفير وكذلك ذكرنا الأدلة البراهين على بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينصح الدعاء على المعين باللعن لعن المعين أما الدعاء للمعين يصح من خاصة ظالم نعم والدعاء لعموم الكفار بالهلاك لا أما الدعاء على عليهم بالتضييق وغيره على ما وراده في الكتاب والسنة هذا يصح ولا أشكال لعن عموم الكفار على وجه العموم نعم إن الله لعد الكافرين وعد لهم سعير أخاردين في أبل لعن الذين كافروا من بني إسراء طيب وغير هذا وذكرنا أن منع التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أن القرب من النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني على قريب شيئا والذي يغني هو تمسك والسير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب الأول باب الثاني بطلان عبادة الملاكة هم أقرب من يكون إلى الله ثم بطلان الشفاع أن الشفاع حق لله والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا أبدأ بالشفاع حتى يمكن إذن من الله فالشفاع لا تطلب إلا من الله فهي حق لله لا لغيب أما الباب الرابع ففي بطلان الهداية أي هداية هداية التوفير ولو كان يملك النبي عليه الصلاة والسلام أترى عموه الإسلام طيب مفتحنا ثم أن المؤلف رحمه الله بدأ بالقسم الرابع على ما قسمه وذكرنا أن القسم الرابع هو من يذكر لك نعم سبب الكفر سبب الكفر قلنا كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله رحمه الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاجه ثلاثة أسباب بثلاث أبواب ثم ذكر في الباب الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام أنقلق هذه الأبواء وهذا بالرحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف بهذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عينتم أي شق عليه كل ما يشق عليكم فهو عليه الصلاة والسلام باذل غاية جهدي في نيدفع المكروم المستفاد من قوله تعالى عزيز عليه ما عينتم وباذل غاية جهدي في جلب المحبوب المستفاد من قوله تعالى حريص عليكم أي على هدايتك فهو عليه الصلاة والسلام لم يحمي التوحيد فقط بل حمى حمى التوحيد كأنه جعل هذا التوحيد جعل التوحيد سوء واخذ يحمي السوء حتى لا أحد يأتي إلى السوء فضلا أن يتعدى على التوحيد إذن هذا القسم احتوى على أربعة أرقوة كالقسم السابق البابا بابا ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترد من الدين دينهم هو الغلوف الصالحي نعم هذا ليس بالسبب الأحد لكن هو من أخطر الأسباب وأعوم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلوف الصالحين أول شرك في قبله إنقسم الناس تجاهل الصالحين إلى طرفين وصف طرفين وصف قسم يسب ويشتم ويتعدى ويبدع يفسق ويكفر وكذا صالحين كما في من يتكلف الإمام أبو حنيف رحمه الله بالجهل وهم أولا بعلم والعلماء يوضحوا ما يكون في هؤلاء بعلم وحكمة ولا أشكال فيها نعم وقسم يغلف الصالحين مدحا وقسم يغلف الصالحين قدحا كما غل في عيسى عليه الصلاة والسلام اليهود غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام قدحا أتقال أنه ابن زنى والنصارى غلوا فيه مدحا حتى أن له وأهل السنة توسطوا فيه فانقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين وصف قسم يسب ويشتم وبدع وفسق وكل وقسم يعظم ويتمسح ويسجد ويركع ويصنع ويصنع وأهل السنة توسطوا فما الواجب تجاه الصالحين ما هو الوسط نريد أن نعرف ضابط في هذا الوسط الضابط عندنا أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة رضا الله عليه والسلام الصالح تجاه الصالحين هل كان الصحابة رضا الله عليه يقومون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا لا هل كان يتمسح به لا يقبلون الأيد وكان لا بل أن بعض العلماء بعض العلماء يرى أن تقبيل اليد سجد صغر لأنه ينحني أحيانا أنت تعرف عندما يقبل ينحني كنحناء أغنقع السجون ثم أحد يعني روس من روسها للبدعة السلام عليكم يقول لماذا تنكرون علينا تقبيل الأيدي والأرجل لماذا تنكرون علينا ونحن نمشي ونطع الملائكة بأرجلنا ولو تنظر في أمة أهل السنة كالمفتي عندنا مدر حفظه بالله مجرد ما تضع يدك في يده يقول السلام باليد الشيخ بن عزمير رحمه الله تعالى في نهاية المحاضة يقول لا داعي لأن يأتي أحدكم ويقبل رأس الشيخ لا لا داعي لها يقول أمشي الشيخ بن عزمير رحمه الله تعالى يعني محيف وضعيف المليا يقول أمشي أحيانا في الطريق ويأتيني طالب من خلفه يقول يمسك أرسي هكذا يقول والله يكاد رأس يقع هذه المحبة للصالحين ينام في الدرس متكل يلعى في الجوال إذا انتهت المحاضر قال أين الشيخ بسم الله ما هذا حصل قال والله أحب الشيخ كذاب قال أريد أقبل رأس الشيخ هو الشيخ جاه حتى تقبل رأسه فإذا انشغلنا عن المحبة الحقيقية المحبة الحقيقية للصالحين أن تأخذ العلم حق وتعمل به وتدعو له تذب عن العالم في دار الخير تدعو له في دار الخير تبلغ هذا العلم تلحق الأجور هذا اللي يريد منك العالم ما يريد منك تقبل يا دواء وتتمسح به أو تعطيه شيء من المال وكذا فإذا انصرافنا عن المحبة الحقيقية التي كان عليه السلم الصالح وقعنا في محبة القلوب والصالحين وأول شيء حدث في الأرض بهذا رأيت يوم من الأياء في جيب أحد الطلاب صورة الشيخ شيخ شيخ من مشيخ على السلم يا أخي لماذا تضع هذا في جيبك قال لا تتكلم معي في هذه المسألة أنا إذا ضاعف عندي الإيمان أنظر في صورة الشر وأتذكر ما كان عليه مني كذا وفا هذا فعلا قوله عليه الصلاة والسلام صحيح فالمحبة الحقيقية للصالحين تكون على ما كان عليه السلم ابن سعد رحمه الله يقول والدك الحقيقي هو العالم نعم لأن والدك بالنسب يولثك المال والمال يذهب والعلم يبقى وإذا مات ابن آدم قطع عمل من المثال وإذا قلنا قال العلماء رحمه الله في أدام طالب العلم أن الطالب لا يستطيع أن ينصلف من الدرس الشيخ حتى يستأذي إذا أراد أن ينتقل لدرس آخر لا يستطيع أن ينصلح لها حتى يستأذي لأنها لوالد لكن الطلاب اليوم لا يعرف هذا كلام خرج ابن بطة ابن بطة رحمه الله عالم خرج يوم إلى السور وأقبل على طالب من طلابي وهذا الطالب في دكان إذا جاءت الشيخ إلى الدكان اشتصني كنت قيمة الدنيا ما تقعدها صحيح؟ تبحث كان أول ماذا يعني بتعطي الشيخ ابن بطة يا تحريم قيام للداخل فعندما رأى الطالب الشيخ مقبل عليه ما استطاع أنه يبقى جالس الشيخ يأتي إلى دكان وكذا قام فعندما قام رأى الغضب في وجه الشيخ وهو يعرف مذهب الشيخ فقال له عن الفرق لا تلومني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل للقيام لا تلومني على القيام فحقي واجب ألا أمل للقيام أقوم لك أنت من يقول جل أو كذا برية عندي ومن الحق أن أظهر الإعظام قال هذا واجب أقوم أقوم تقدر أو لا فقال له ابن بطة أنت إن كنت ترعى لحقا وتظهر الإعظام فاعفني عن قيامك هذا أول فسأزيك بالقيام القيام قيام بماذا حقوق متبادل أخوانا بين المعلم والطالب كما أن يعني المعلم يريد بك أن تحظر وتحفظ ولا تتغير هو لابد أن يكون قدوة يتغير يتأخر لا يحفظ يراجع ما يمكن يأتيك للمدرس ومعه كتاب يقول شروط الصلاة الشرقة الأول الإسلام ما يمكن وتريد الطالب يحفظ ما يمكن لابد هو يحفظ أولا صحيح لا فلابد المعلم يكون قدوة فسأزيك بالقيام القيام لا تكلف أخاك يقول هذا مثل ومثل لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام قال لماذا يعني تصنع أمر محرم معه كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما وإذا صحت الضمائر منا فعلاما نتعب الأسام لكن ليس معنى هذا أنك لا تكون على تلقة سلب لأن بعض يعني ما يعرف أي أذب مع العالم والشيخ من عثيمين رحمه الله تعالى واذكو هذا الكلام يعني في أدب الطالب مع الشيء يقول لا تظنوا أني أتكلم بهذا الكلام أريد أن تفعلوا هذا معي لا يقول أريد أن تفعلوا هذا مع العلم هذا يقوله من الشيخ بن عثيمين رحمه الله فما لك أنا حدت طالب نعم فأريد تصنع هذا مع العلم يعني الآن ما يمكن العالم يعني يناديه هذا قال قد هو تقول بس صدق يا أخوان الصحابة رضو الله عليه لم يدرسوا في مدابس ولا تعلموا علم الأداء ولا البلاغ ولا صدق هم يعرفوا هذه الأمور كلها تعرفوا البلاغ يعرفوا النغة يعرفوا كاذا لكن ما تعلموا هذه العلوم التي موجودة له علم الكلام والمنطق وكذلك محرم هذا المسيء في صلاته المسيء في صلاته أساء في صلاته عندما أراد أن يتكلم عن نبي صلى الله عرف كيف يتكلم عن نبي صلى الله ماذا قال؟ قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها لا فعلمني أدب صحيح قال مقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك وبالحق ولا أحسن غيرها فعلمني أبو هريرة لقال الله عنه قرادا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع حتى قدم مقدمه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني أختيك بأغلى ما أملك أرأيت سكوتك بين التكبير والضراح ما تقول أدب هاليوم يأتيك واحد أشد من هنا أو أشد من هنا أو عندي سؤال سهل يقول للشيخ بن عظيمين رحمة الله يقول أنا سير من الطريق إلى المسي فأنتين طالب يقول عندي سؤال يقول طيب انتظر نسأل المسي لأن الشمس حارف وشيبه يقول يا التفت عليه يقول نار جهنم أشد حقا لو كان يفق يقول يا أخي يعني ما استطيع أفتيك وأمشي حتى استحذرك قال من كتم علما ألجم يوم القيامة برجام النوم الله بعض الطلاب اليوم لو يستطيع أن يأتي بعصر يضرب العالم ممكن صنعه نمشو صحيح أين أنت تخيل تأتي لعالم تقول له يا شيخ يعني تعترف له بماذا بالفعل أحسن الله اليوم ونفى بعلمك عند سؤال تظني أتوك لا حتى لو ترك يقول يا أخي جزاك ما خير يسأل الله نتقبل صح لا خير أغل طلاب اللهم رحم الله اليوم يعني عند سؤال قدم وقدم يا أخي قل يا شيخ حتى ما يستطيع هو يتكبر في نفسي ما يستطيع أن يقول لي هذا يا شيخ أنا أصلا يقول يا شيخ صح وبعلم حتى يختصرها يعني الشاب فالجوال الشيخ ترشين مكلم طيب إشكال إفراط وتفريد إما أن يقع الناس في الغلوب الغلوب هو المجاوزة في الحج مدحن كان أو قلحن خير الأمور الوسط إذن أول شرك حدث في الأرض شبهة الغلوب الصالحين غلوب الصالحين حتى عبدوه من دون الله والشيطان معرفة الشيطان بما تقول إليه البدع ولو حسن قصد فاعل النية طيبة ما هي النية محبة الصالحين لكن سلك طريق غير الشريعة هذا الماء البعض يحب الصالحين المحبة مثلا في الإمام أبو حنيفة رحمه الله وسط غل البعض في الإمام أبو حنيفة حتى قال وقال وقال وغل البعض في الإمام أبو حنيفة وقال 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 وحي توسطنا يعني توسط الأئمة شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله تعالى مثلا أداه بمثلا يقول حبه بحنيفة من الإمام ودافع عن الإمام وكذا وقال هذا الأمور وقعت منه وكذا وكذا ورد بحكمة فهذا الواجب واجب أن يكون وسط حينما كان عليه السلم لا إفرام ولا تفريد إذن أول شرك حدث في الأرض بشبهة غلوف الصالحين صوروا تماثيله مضرة التصاوير والتماثيل وعكفوا على قبوله مضرة العكوف على القبر وفقد العلم ثلاثة أشياء صنعهم نوح عليه الصلاة والسلام صوروا تماثيله وعكفوا على قبوله وطال عليهم الأمل فقد العلم فعبدوهم من دون الله أصبحت تعبل ومضرت وقلنا معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة في أول أم قال محبة للصالحين كيف تصاوير تماثيل عكوف على القبول شيء فشيء حتى عبدت من دون الله وهذا ليسرع بعض الناس هدان الله أيام يعني في أول أمر يقول تقبيل لقص بعد فترة يأتي هذا وقال لا أنا أقبل اليد حتى تكون لي مكانا عند الشيء وهذا يقبل كذا وبعد فترة تجد ركوع وسيوت كما حدث شبهة شبهة خلق وقال والوسط ما كان عليه السلم الصالح رضو الله عليه لا إفراغ ولا تفريق طيب هذا هو الباب الأول ما جاء لسهم كهر آدم بل آدم هذا ليس السبب الوحيد لكن أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شد حدث شبهة الغلوف الصالح ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر السبب الثاني إذن أخطر سبب لوقوع الناس في الشد الغلوف الصالح إما مدحة أو قدحة وتتعرف يا أخي قتال الآخر بين الأحنار مثلا والشافعين مثلا وقال التناغب الشافع رحمه الله يقال الله أنه ظل في بطن أمه كم سنتين حتى نزل بأسنف ويوم الذي اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافع مات فيه يا أبو حدي فقال أحنار يعني بعضنا قالوا إمامنا هو الإمام قالوا لماذا قال لأن الإمام الشافع ما استطاع النزول إلى الأرض حتى مات الإمام حنيفة قال الشافعية لا أغل إمامنا هو الإمام قال لماذا قال لأن الإمام الشافع رحمه الله عندما نزل على الأرض رفص أبو حنيفة فمات ما علاقة فلابد أن تكون محبة للصالحين على ما كان عليه السلام الصالح العالم ما ذريد منك ما قد تكون أنت سبب في إفساد نية الشيخ نعم تعود الشيخ على عطاء صحيح وجد من كان يقول حديث بدغ تعود على التقبيل تعود على القيام نعم ماذا يريد منك يريد منك أن تأخذ العلم حق تعمل به تدعو لي تذب عن العالم في ظهر الغيب نعم وتدعو له في ظهر الغيب وتبلغ هذا هذا يريد منك العالم صدق هذا يريده للسنة والجماعة وليس شيء غيرها شيخ الإسلام ماذا من تيمين رحم الله رفض الوعطيات كل ما يعطى للشيخ الإسلام شيخ الإسلام يرده لم يقبل شيء فجاء يعني من ينتقل على الشيخ الإسلام قالوا انتقلوا على الشيخ الإسلام هذا قال رفض كل شيء وهذا متح هم أرادوا أن يقدروا في الشيخ الإسلام وإذا هم يمدحون رفض كل شيء رفض العطيات هؤلاء يخبروا على هذا كان السلام الصالح يعني ما أرادوا شيء من الدنيا فلا تكون سبب في إفساد نية المعامل الفوق طيب هذا هو الباب الأول باب مهم باب خطير جدا الغروف الصالحة الثاني التغليط في من عبد الله التغليط الشديد في من عبد من عبد الله لكن أين عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد صاحب القبر هل وهو يعبد الله عند القبر منع فما لك لو كان يعبد صاحب القبر التغليط الشديد في من عبد الله لا يصنع عند القبور أي عباد إلا الزيارة الشرعية بشرطها لا قراءة قرآن ولا فاتحة ولا سورة ياسي ولا صلاة ولا خطب ولا محاضرات ولا وعب ولا 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 أي شيء إلا الزيارة الشرعية أفهم ما الدليل نعم الدليل على الزيارة الشرعية أجلس الزيارات للقبور ثلاث زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية هذه الزيارة عند القبور زيارات الزيارات للقبور ثلاث شرعية وبدعية وشركية الشرعية لابد أن تتوفق فيها شرع أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر أن ينوي بهذه الزيارة الشرعية الثانية الدعاء له والأموات لا دعاء الأموات فإنها دعاء الأموات زيارة شركية وإنها دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية ألا يشد لها الرحل ألا يأتي من وخايف الشريعة هذه شرعية أربعة زيارة الشرعية اختر شرط انتقل اما للبدعية او للشركين مرفو نعم اذا لا يصنع اي عبادة عند القبور الا زيارة الشرعية الدليل لا تجعلوا بيوتكم قبور اي لا تدفنوا فيها او انه كان متقذل عند الصحابة الله عليه انه لا يصنع اي عبادة عند القبور الا الزيارة الشرعية فتصلي في البيت النابلة حتى لا يكون البيت كالمقبرة والقبور الاخير الاصل انها تكون خارج البنياء هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعليم والسلم الصالح البقيع هذا الذي ترى الان كان خارج البنياء بعيد عن بيوت المدينة وعن سنة الصحابة والعليم نعم في الحديث يقول حتى كان عليه الصلاة والسلام يكمل الصلاة الظلم حتى يذهب الذاهب الى البقيع يعني البقيع خارج البنياء حتى لا يكون ذريع الشرع وكان الذي يأكل ذوم وبصر ينفى الى ايه الى ابعد مكان الى البقيع حتى لا يكون ذريع الشرع فهي نعم اذا التغليض الشديد يعني اذا من اسباب ورقوع الشرع في الامة ان نجعل شيء من العبادة عند القبور وانت تسمع اليوم مواسم تصنع موسم عند كله وموسم عند كله وموسم عند كله عنها قبورة الناس وانت الحلوى وانت كله وكله وحدث الاحال عند القبور من المراسم والبيع والشراء والرقص والطرب وكله قال فيما عبد الله كيف اذا عبد صاحب القبر السرب الثالث هو الباب الثالث ما هو نعم ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها او ثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات اللات رجل صالح يلط يغط السويق للحال يطعم الحجة ما اتعكف عن قبري شيء فشيء حتى صار من اكبر الاوثان تعمد من دون الله اذا الغلو في قبور الصالحين كما ذكرنا لكم اجمعت الامة على ان الحسين رأس واحد رضي الله عنه لكن في الواقع يقثق من خمس روز الغلو في قبور الصالحين يصيرها او ثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات رجل صالح يردت السويق للحال فمات فعكفه على قبري صار من اكبر او ثانا فماذا نصنعه في القبور الاصل في القبور ان يرتفع القبر مقدار شبر ويسنن بالتراب ويوضع عليه حجر وحجر ولا قبرا مشرفا الا سويتا على ما تسويه على السنة يرتفع قدر شبر يسنن حتى تعرف انه قبر ويوضع عليه حجر وحجر لوحة هو الباقي لوحة الشهيد فلان وتاريخ الوفاء اشجار ورود بناء هذا يوم منع منه ولا يوضع اي شيء على القبر إلا حجر او حجرين هذا هو ما جعل النبي صح سمى ولا قبرا مشرفا مرتفعا الا سويت نسويه على السنة ونسويه بمن حوله قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يسوي القبور اي نعم محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كان يرسل من طلابه من يسوي القبور هدم وسوى القبور إلى أن وصل إلى الطهران نعم لماذا الرافض يكيد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لماذا لأنه سوى القبور حتى في طهران سوى موجود هذا في التأجير بعد أن انهارت الدولة السعودية الأولى التي فيها الشيخ كان محمد عبدالوهاب رحمه الله أعادوا بناء الطبور كما كانت قبر وأضريحة وأعلام رايات وافتتنوا بالأعظم الرفاق قامت الدولة السعودية الثانية هذا مهم مرة أخرى إنهارت بني قال الدولة السعودية بفضل الله هذا مقرد وعلى ما ترى العالم لو تنظر للبقيعة الآن مثلا شهاداء أحد تجدها على ما قال النبي عليه الصلاة على قبره مشفى إلي سويت نعم إذن الغلو في القبر الصالحين سيرها أو ثانا تعبد من دون الله حتى المصابيح لا توضع عند القبور سروج مصابيح ورد نعم كتابات وكل تمر اليوم الله ببعض الدول نمر بالقبور ولا تفرق بين قبر المسلم وقبر الكابر لأنه المسلم له زيارة شرعية بشروطها والكابر إذا مرت بقبره بقبر الكفار ماذا تقول تقول أبشروا بالنار فلا تفرق بين قبر هذا وقبر هذا اليوم في بعض البلدان والله فليتشعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهام فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام إذن هذا السلم الثالث غلوف قبور الصالحين يصيرها أو ثالث تعبد من دونه يا أخوان لا يعرف هذا أجمعة الأمة على هذا لا يعرف قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن الدع لهذا فهو كاذب الله ما أحد يعرف قبر نبي من الأنبياء فهذا الذي يقوله مثلا في المسجد الأمر أنه فيه رأس سيحن عليه الصلاة والسلام تهدف والله افترار وهذا الذي يقوله هنا رأس الحسين وهنا رأس الحسين وهنا رأس الحسين وفي الشام رأس الحسين وفي العرا رأس الحسين وفي إيران رأس الحسين وفي مصر سبحان الله راجل له أكثر من رأس مشكلة حتى لو عرفنا يعني قبر حسين فهذا من أسباب وقرع الشيك في المهم هذا الثالث إذن الأول الغلوف الصالحين متحن وقدحن والثاني عبادة الله عند القبور الثالث الغلوف في قبور الصالحين وثانا تعبد من دون الله وذكرنا لكم بالقليل أنه حتى يعني الآن هناك قبور بكلاب والله تعبد من دون الله قبور لكفار يا أخي يكتب عن القبر كتبوا عليه اسم فلان ومتى سقطوا به الطائر صيني نزل فيها يعبدوا ويطوفوا حوله بقى يا أخي الباب الرابع نعم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط حما حما التوحيد وحما جاب التوحيد لقد جاءكم أي والله لقد جاء قسم مقدم ثلاث مؤكدات القسم والله واللا مقدم جاءكم رسول من أنفسكم يعنينا البشر مثل ومثلكم تميز عننا عليه الصلاة والسلام أنه يحايد عبد الله عبد الله وصلاة كله من أنفسكم عزيز عليه أن يشق عليه كل ما يشق عليه فهو بادل غاية جهدي عليه الصلاة والسلام في دفع المكروب وبادل غاية جهدي في جلب المحمول وهذا من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوب بهذا الخلق العظيم عزيز عليه ما عندي حريص عليه بالمؤمنين تقديم من حق الداخل يجلع الحصر بغير المؤمن ليس رؤوفا رحيم محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار ورحمه بينه بالمؤمنين رؤوفا رحيم هذه الآية كلها خطأ لقد جزاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيم فإن تولوا لماذا كانت الآية فإن تولوا ولم تكن فإن توليتم خطأ كلها لأن المسلم لا يمكن أن يوصف بالتولي أبدا وفيه التنبيه القارئ لأن القارئ عندما تتغير معه الضمار يتلبه فلا يخطئ بإذن الله طيب إذن هذه أبواب أربعة مهمة جدا أسباب وقوع الشرك في الأمة لابد أن نحضر الصالحين وصف لا إفراق ولا تفريد نكون على مكان عليه السلف تجاه الصالحين لا نصنع أي عبادة عندنا القبض إلا ما يتعلق بالزيارة الشرعية بشروقه والزيارة الثلاثة شرعية والشركية وبدعية الباب الثالث أن الغلو في قبض الصالحين وصيراء الثالث تعبد من دون الله فماذا نصنع لا إفراق ولا تفريد تجاه القبض وناس يمتهنون القبض وناس يعظمون القبض أو ناس هم أهل السن والجماعة والسطور في الضالث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب ولم يدع مجال لأحد أن يفتح هذا الباب سأتي معنا قموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ما حكم هذا الاستغيث من يعلم قموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ما حكم هذا الاستغيث فتح الله عليه حين وحاضب وقالوا نعتقدوا أن السبب تظن غير هذا ما يمكن الله في الصحابة غير هذا فتح الله عليه حين وحاضب وقالوا وسب لكن النبي صلى سلم حمى حمى التوحيد وقال إنه لا يشتغاثوا بله وإنما اشتغاثوا بله يعطي إنسان لهذا الشيخ يقولها شيخ ما شاء الله نطالب علم واللحية واللحية والثوم والله تعبار مريم والأولاد والزوجة أبوك تدعوني الله يضعك تخصني بدعوة خاصة هذا يقول عندي أبشر واليوم إن شاء الله تجد أثر الدعوة لا يشتغل لا يشتغل وتزيل هذا معنا نعم وتعلق بالله لا تتعلق إلا بالله مفهوم ما تقول عندي وكذا مشكال نعم قال إنه لا يشتغاثوا بله قالوا أنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بحق سيد ولد آدم قال السيد الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحق سيد ولد آدم عندما يقال له أنت سيدنا قال السيد الله غيره تدعني بعض المسخة اسمك أنا سيد لا تنذيني إلا بالسيد صح نعم والثاني قال الثاني ذهب للحد اسمه حسن ورجع إلى بلاد ولقى يا صديق لك قال يا حسن ما التفتلي يا حسن يا حسن قلت نادمة قال أنا حسن نعم ماذا تغير ماذا حدد غير تسمك قال لا أنا أدفع عشرين ألف وأذب للحج وأرجع وأصنع وليمة وكذا وأدعو الناس وأغير النافتة التي على المنزل أنا الحاج حسن طيب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حجه وما واحد منه قال الحاج إذا حججت بمالي أصنع وصفته فما حججت ولكن حجت العين صح حاج ما عندنا حاج نعم طيب أصلا الشيخ من عند يمين له التعليق على بعض المسائل هذه يعني زمزم صحبة هذه حتى الشيخ من عند يمين رحم الله أصلا طيب إذا فيه أشكالات إخبار هذه لابد تعم يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الصحابة وما كنتم على بيت واحد منهم الحاج الآن على قبور الحاج الشهيد هو الباقي وعشان ما يصح البناء هذا كله على قبور ولا كتاب على القبور ولا وضع الأشجار الواند لا شي طيب حمى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال ما شاء الله وشئت الأسر كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا قل ما شاء الله ثم شئت لا قال أجعلت الله ندا بل ما شاء الله وحده أقلب كن طريق فالواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغلب كل طريق نوصل الشيء صح أي نعم الساعة كم العشي ثلث ساعة ما لا أخذها نعم أو قر مجرد ما دخلت تكلم على الزيارة الشرعية الزيارة الثلاثة عندها الإسلام زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية فالشرعية لابد أن توفر فيها شرط الشرط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الآخر أن ينوي بهذه الزيارة دعاء له وللأموات ألا يأتي بما يخلف الشريع أن ينوي بهذه الزيارة دعاء له وللأموات فإن دعاء دعاء الأموات زيارة شركية وإن نوى دعاء الله عند الأموات يعني هذا يريد زوجة صالحة فذهب عند القبر وأدعو بالزوجة الصالحة هذه زيارة بدعية اختار عند القبر أدعو الزوجة الصالحة نعم فتح الله عليك نعم الشرط الأول أن لا يشد لها الرحلة أن لا يشد إليها الرحلة لا تشد الرحلة لنثاثة مساء مفهوم فتح الله عليك غيره غيره ماذا خذنا نعلي الله نعم أول شرك حدث في الأرض شفت الغلوب الصالحين تصوروا تماثيلا معكفوا على قلوب ربونهم ثم قال عليهم أمد فعبدوهم مضارت فقد العلم نعم لكن لابد أن تعلم أن العلم لا يعصم من الوقوع في المعصي والذي يعصم والله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبة من الكتاب يؤمنوا في جبت الضغط إذا معل لا يعصم والذي يعصم هو الله الله يعصم نوي الله طيب نعم بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى راجع ثم نبدأ بالدرس الجديد والله أعلم وصل الله على النبي محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر